موسيقى 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 ما ورف الوالد لو هو كسرة قد يارس ممكابد اركن على الساعب قل الفشا الباعد ولا نزل؟ أنا بأسوك انزل وهو بأسوك ما يعرف الشدة من كان له جدة أتمنى لو تقسم بيني وبين الدم والجيب لو خالي ما دمعي خالي بالخير ده ملحوك بالخير ملحوك بالخير ملحوك يا ميت الإحساس أتعبت كل الناس أي والله هل عيش معك ورطه وصحبتك غلطة 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 هل كلبك حانب 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 ما عد لك صاحب ولا 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 لي منك سوق ولا لي منك سوق موسيقى 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 عندي ثلاث أخوان أنا اللي أصرف علي بعد وفاة والدي الله يرحمه الله يوفقي من متى أنت تشتغلي في المسار؟ من خمس سنوات بعد ما مات أبي بسبب الأوضاع والحرب أشتغلت هذه الشغلانة والآن الحمد لله الأمر مقبولة الله يبارك فيك يا بنتي صدقي أنا من أول ما شفتك أنت دخلتي قلبي وأنت كمان يا خالة خالة لا كذا ما تخرجي من قلبي أسفة طيب أيش أقول لك يا شيخة؟ كذا ما تخرجي من غير ما ترجعي ست الكل ست الكل وبس حاضر يا ست الكل ست الكل سيهم ما تتغذى معانا أحسب حسابها بالغداء ليش تسألي؟ عشان أعرف كما أطبخ نودلز شفتي وعرفتي الآن ليش أنا دائما أحتاج لمساج واسترخاء لا 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 أبد لا أبدا يا رافع صليا أيضا أبدا؟ يا رافع هدى أنت شوية بجرمين يا رافع أنا الشي تقول لي أولا هذا هو محل محل حلاقة تدخل تحلك ولا محل من مسلخ اكتجاج لا؟ أيشب؟ يعني استحتار والله لا أشارعكم والله لا أشارعكم والله أخلك تبكي بقية حياتك كلها في السجن يا رافع تعالنا دخل المحل إهداء وحقك بي صلق حكك حقك ما حقوا حقواك لا 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 أبداً أنا حقي أأخذ من القضاء وإذا لم يستطع القضاء أخذ حقي أنا والله لأشارعكم في محكمة الدولية لاهاي ألمان بتاعي لاهاي أبي في لاهاي شفت الحوابن لاهاي محكمة دولية كلها بسببك يا ناس يا عالم يا ناس تعالوا شوفوا المجرمين هؤلاء هؤلاء المجرمين الذين يلعبوا بالناس الأبرياء المحترمين أنا رافع المترافع واللهي واللهي لا أشارعكم شارع ولا بد شارع أهم شي يدي حقنا الحساب أنا حلقت لك ديقن وقل ديبدلي راس حساب أشأل الوقت حساب حساب حقك الراس يا رافع لا 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 وقح كمان يعني تستحق الأجر حقك من عيني هذو الحقني الآن المحكمة واخذ أجرتك من المحكمة وأنا برفع على القضية يلا يا رافع يلا يا رافع هذا الشي نحلق له intermittent Huang دم إنه أنا أمس أمس لم حلق عمرك لا حلق نور رافع لم حلق لنش رافعش نبلس شاهد الدم يوم على دم مرحب أهم يوم طالبين حلاينيين أناس احنا طالقين الله طالقين الله ليش عايد ومو يفكي معي انتوا هاي انا واقف انا بسألت اللي طالح انجل انجل عندنا انجل عندنا شوفوا احنا ثالث شقاه بعد اللي سنصير عليه سير الصنصير الوبلة شوت عم تخفر الدم يو يو احبت تعال اولا طالبين اللي حطين اعلام برا طالبين حلقين طالبين حلق واحد انجل يا تب كلكم اما خفيف والله اتوفي زوجي وابني الكبير عبدالله كان وقتها عمره خمستعشر سنة وابني الصغير جمال كان عمره عشر سنوات ربيتهم وكبرتهم وتابعت شغل الشركة الصغيرة اللي اسسها زوجي لكن بعد كده ما قدرت على شغلها بعت الشركة واشتغلت في العقارات كنت اشتري شقق وأبيع وأشتري شقق ثانية وأجر وأبيع وهكذا اليين الحمد لله زاد الرزق عندي وبعدين من شوية يعني بدأت اختول مشاريع بناء بنفسي الله يحفظك ويقويك يا ستة الكل طيب وحيالك كيف حالهم؟ توفوا ربنا يرحمهم سابولي ولدين رائد ابن ابني عبدالله الكبير أجا يجلس عندي من أربع سنين بعد ما دراس في أوكرانيا بعد ما حصل الشهادة الجامعية طبعا ورزق اللي أمه ماتت هو عمره 12 سنة بقى عايش معايا هنا ربيتهم وكبرتهم وماشاء الله الآن صاروا رجال بس المشكلة في الرزق أنه تشوفي شكله من خارج الجال لكن من الداخل ما زال جاهل يمكن علشان أنا وأبوه دللناها زيادة على لزوم علشان نعوض على فقدان أمه لما ماتت وهو عادو صغير هات كدك الثانية ستذكر تدري يا سيهام أنا رائد ما أخاف عليه أحس أنه رجل قد المسؤولية يعارك الحياة حتى أني أحس أنه هو الذي بيحافظ على اسم العائلة ومستقبلها عكس رزق رزق أحس أنه حتى ما يقدر يصارع نملة خليم شو ريالك عم تنضيف هيك للصالون والركوة هيك لتتهزق من ما يجو زبائل عنا؟ أعوذ بالله مش طارقين أنت تنظف صلي على رسول الله القفرة هذه ما خلقة تنظف الله ما خلقها كالكتور القفرة هذه خلقة الأشياء أنا لم يعيثني منك إنها الرئيس حرم الرئيس شبك معالي؟ عصح وتلبك فيك شي؟ ولا فين شي بس لك كتب حقي هذا شوي أبعطيني يا فكلك يا لا تفكوش يا كفي غلقته خلي الفكوك هذا على رب العالم ما يفرق الله ربك خليك على الغلق بعمل كثرة الزبائل زبائل ملات يفتك من نفسه تغلقت والله العال معتا شغل الصالون ايك داب يعني ايش داب عندك وضع لوز أنا أهدائك أنا أهدائك خليك تعامل معي عن بعد خليك واي فاي ميش واي فاي؟ خبيبي خبيبي انت وقادتني انك بدك تجي هون وكرانيا وبدل ما تتيجي انت بطل ترد على مكلماتي ليش هيك خبيبي بتأمل؟ سامحينا سامحينا يا كريستينا والله لظيم هالي كل انقلاب فوق تحت عمي مات وأملاقه كل حاجة عنو عليها وأنا انطردت من الشغل وجدت عملت حادثة مع ابن عمي المدبرز صري يا خبيبي انت كدردتني عليك طب مني قالناك انت لا لزع ليش لا لزع ليش يا حبيبي بتتعرفي رائد ما يوقعش ابدا ودائما يرقى عقوام من قبل عشان هيك خبيبي انا بخبك وانا اشوف الدنيا كل ياتا ما عندي غيرك انت جوا ايوني خبيبي ما فذلك هالتانا ولا بصر واحد غيرك يا خزي ولا بصر واحدة غيرك انت بس اللي مليدي عيني وقلبي المهم طمينيني عنك انا يا خبيبي يعني ما بربا شو بدي اقلك الوضع عندي هون كتير 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 بخوف هون اوكرانيا كلاش هالي نار من الخرب خبيبي نارا youth اوه 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 يعني اي حاجة مشروع كده تجارة تغريب سلاح مقدرات اي حاجة حلال يمشي سوقي باوكرانيا هذي الايام يعني خبيبي انت بدك ترجي اوكرانيا ان شاء الله يا حبيبي ما باقيش كده اذا سبرت اموري خلال مئة اليوم باقي واللهي هذا احسن خبر باسمه بخياتي لا احسن اللي رباديو ما هي فلوس ولا اتزوّد ولا ايش حياتنا مثل الملوك خبيبي ضبت بحماة كوليكس بسك بسك تحر انا رفع هذا المعلم المتيني حقنا هادونا الموظفين الجدد سابوني يعني عندك اونا ولا ايه؟ لا لا هادونا الموظفين مش حين طلب للموظفين اجاوا كلهم هادو موظف عنده وقال السلقطه البوري وش عمل حبيبي حبيبي العاب اتاري اخص عليه جايب الموظف عشان العاب اتاري يلا اقول ايه اقوم على شغله هادا شمو شامح لعك امي شامح والله رمي احجاي ابني انتش قليني انت؟ يا حبيبي احنا ابنه اشتغل عشان ندخل فلوزك مالك تتكلم كده وتمرعه لحنا هو اشتغل عندك وانت تشتغل عنده يلا اقول له اقوم اشتغل يلا شيش صدق يا اسلعب حبالة يلا بسرعة انا وانتن اشتغل عنده مش خالي احنا مالكاله ماذا خالي صدقة يخص عليك طول عمرك مثل ما قالك لكنك متاش رجال اصلا يخليك قوي شخصية بتعلم انت قوي شخصية؟ معناته خليك تهاجدة صاحب عزم هذا المثبت ادارتك شوف انا ربيك وعلمك كيف تتعامل عموظفي انحاقت خالي ما في داعني احناك يا يكفيك اللي في باك احناك اللي انت حيوانات بني ادم هذا انت قبته عشان اشتغل شوف تعلم من خالك خالة ناعم ابعد خالة يا عزفت يا سامح ما ت quis back اهم اتحكيني انا اتحكين اي اي E اعم لما المعلم يتكلم معك ولا رس انت كلام معك اتقوم اتلماني يا التواقف عين измен اوقف ايه بقول angles شو بديه اوه صلاة هلص وصلاة وصلاة يا عين مش الله الله، ما شاء الله، تبارك الله مش أنت تقولينك والطبع، ترين الله هو أكبر أحليك كليب الدويد حدّى أنا حدّى بزحن عاك، بس أهلا وسهلا بك في المحل بس أنا قلت بديل ما تلعب وانتقالس لما تلعب منتوا أقل في الحماس يكون أكثر فالكالت، نعوش بشغلها أه، على طول راح لك ريزق وهذا من أجبتهم هذا هذا ما قابتهم شاء الله هذا قابوا ربي أنزلوا علينا كده، حاصب زي ما تقول رجز رجزا من السماء نزل أنا ما أجبش يا دون الله أكبر يا ملحك، خير ها نصيبه عمونا مش أقصو الآن أنا جالك مصيبة راكع راكع أنا حضرتك تحلقه أمشي بتعورت من حصل لك حاجة أنا خائف عليك يا خان يجري لك شي، يحصل لك شي خرج تليم يا حبيبي مش مشكلة الآن المصيبة رافع راها دفع، رفع دعوة عليكو عليها يرفع من الحين لا أصب اللهم رفع مقتك وغضبك علينا هذا أهم شي إنه ربك يرفع مقتك وغضب علينا خلي رافع يرفع لا صبحنا ما دخلنا إحنا برافع يا حبيبي ما حدرتك قلتولك راتع درب راتع حق مشاكل تقوم تروح تحلق له الآن إيش نفعل بالمصيبة هذه؟ أنا أشتري مصائب هذه النحلة هنا نبدأ بالمصائب اللي عندنا وعندنا نلقع المصائب رافع يا زفت زبت التحبات حاضر معلمي حاضر معلمي علي يا سلام المساج اللي سويتلي هو حاسها رجعني كذا عشرين سنة لورا أربعين سنة رجعها أربعين سنة جوهرة أقصي ساني كلها كيف؟ لا لا يا ستلكل هي قصدها يعني إنك من كثر ما شاء الله من أنت حلوة ما يبينش عليك العمر صدق أكيد تستهلي زيادة على الكلام الحلو هذا بادي تستهلي أخذي تعلمي يا جوهرة ما شاء الله وجوهرة تخصري مرات باثلاث أيام يلاني الآن استأذنكم لا 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 استني بتروعيش بحديك أخر الوقت يلا بحدي تستهلي عند أمين خلي يوصلها مساء الخير يا شيخ رايد وسهل نور حياك الله يا رايد الله حياك يا أمين يا رايد المثال يقول يعني لو حاجتك عند الكلب قل له يا رايد ما داري هكذا انا الاعتراف في الذنب فضيلة قول بالموضوع بصراحة يا رايد عفو يا شيخ رايد يعني كنت أشتي منك فقط تقنع لنا رافع لأنه ما حدا بسكيقناع رافع إلا أنت لأنه أصحب الشكوان من على رزق حركتك يا رايد يا شيخ رايد الله يهديك يا أمين يعني ما حصلش من تدخل معه بمشاكل إلا رافع مش أنا ههههههههههههههههو مش حق مشاكل أهههههههههههب من عمك من عمك رزق وأنت داري ورطنا هذه الورطة مع هذا الجني يا رزد رزد شوف طيب بس تنح أكيد قلبه بياض بس غبي أكيد يعني سعلك بالله يروح يشتغل على اللاق وهو ما يفهمش بالحلاقة ولا يفهم بإدارة صالو الحلاقة ايش كله عقله وهذا إذا دل على شيء إنما يدل على إنه بنعمي رزد تافه أكيد وأقيد أكيد وسافل أكيد ومنحط مئة مئة وأكيد بوخوين مطالع الخامس آآ لا هذه لا مش طالع الخالب طالع لكم ولأسرتكم وشوف يا رائد آآآ يا شيخ رائد حبيبي يا شيخ رائد آآ شوف يعني حاول تقنعه مكانه بنعمك سهل سهل رجع قنعه بس انت تعرف ما رافع إنسان مادى لا من حيث مادي مادي أيوة أيوة مادي قدا فأكيد في له طلبات الرافع أيوة الرافع يعني اههههههههه هيه اه chaseea هل ياشتية سفين اه نعم راثر 7 و رادونة تكون قوته 1998 83 مقبلش اللي لا معني اش مانع بس بس هد الشركة ما صنعتش هذا الغبر انا عارف بس انا شي صعب عليك واشتي هشتي بروماكس خمصictional حبيبي خلو 16 قد عادي لانه خمس diligence عدا ما صنعوش يعني cic 12 اعتمالça وال promotes تمام تمام طيب أحن قل لي الزق منه الزق سكين قالص بالمحل واحد. واحد و ايش مميف فرقة صغيقة مميف خصابوش غي pued سلام عليكم و عليكم السلام و رحمه الله و برحمه الله و بركاته و اهلا وسهلا شك تحلوق ذقني دقناك راسك زغناك إحنا جاهزين بس للأسف الحلاقين حقنا راقدين ملا صحوا قيموا كلقوا مطلب الله ورأي سهراء أنا مستعقل أشتلحق أي شيء أنا بحاول بحاولة دي من أجلك بس أمانتك إذا حصل شيء ورث الوالد متعادل العمين شوفت طبعا مش مربوط رب Lab fack you that there is جزغطين نحن لادنين مش مربوط أعلم نسؤولة لا حتى شوفت العمل دعوه الدقيق انني أطلب الشيء لأظن للأسف الحطmans أنني رأيت على الوقت كيف ن причالser أنا استعب بشكل Fear استعبين اشمع عالله بالله بس تواجهت بله الله يحبك امره لله إذا أردت أن تنقذ عمل فقم بإنقاذه بنفسه هذه حكمة أن تعلمها العوالين والآخرين بسم الله الرحمن برؤية أكل قاتلي باشتح لك دقناك بسم الله الله أكبر والله أخي خلصنا لك ساحة ونواص سناخت لك مستعقل أخطب صبر 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 ما حد يموت إلا بأقله ما حد يموت إلا بعد أقله أخي وحاجة برقبتي رطيب ما ساكار دك؟ ها حจبم أخي 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 Ohhh... أيةي ستاعت ohhh... أ symmetry أabyمي بس تطلع على! آه رزق خير مو 분�ي م monte شخص عادن ما هوЯ بن الله أكبر عليك الله أكبر عليك بين أول يام يا رزق مو أسمت إليك الآن حسبي الله عليك حسبي الله عليك علي بي بس في حالة طارية نروح قاعد رقع وصليك تمام ايش في؟ نصبهم طارات طارات؟ طارات طارات ما طارات لا أنا قلت طارات لا ما بش حاجة بس مرأيك في مشوار طاري جدا ربح زاعة نروح نفعله وبعد نرقع وصليك ما فيش أي مشكلة أنا ممكن أخذ تكس واروح لا لا ايوه احسن عشان ألحق آآ احسن الثاني ما نقلب سيرة أذم الثاني ما عليك تآه مش حاجة مابهن كدة مرتبة اصلي عنا بياها اياها ما ما حدث يا� redeem بعد عزنك تمام يلا بسم الله الرحمن يا اخذني لازم مالي تسلي بالاسعافذني ردوا عليك يا ابو النار ما معك توقل ما بيش داعي للشرطة ولا بي داعي للاسعافة تصلي على رسول الله الدنيا عوافي انت داري انه عمي قلس سبعين سنة بكلية واحدة ومت عمره سبع عشرين سنة والحمد لله الحمد لله ولا قرابه حاكي صلي على رسول الله اسامح تصرف معكم وليه شو عاملتني مع المدخليني بكلام اصلا شلو شلو فلاء انت رجال من الصبت هنجم عليها والله الله وابا ضاي والاخير ولان انك فائدة صلي على رسول الله يابو عليك اقول لك اذنية قولي قالوا عليك انت زلي بالي زعب سريع لو شبعت سريع 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 قد يلا تود معك مين انت دود معك قد يلا تود معك معك ماش موجود معي اذنية اذنية اسمع لا تكون حقا لي قبلك خلنا احنا نتعكد ينزيب عدة به فهي قدر وإن لم تسلع به هي قدر اللي قبلها اللي قايا اسفل فيه لا حرميني حقك صور اعمل استلاع عازبي الله ونعمل وكيل عليك عازبي الله ونعمل وكيل عليك والاستلاع خال 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 هاي ايش فيك خال خال الزبون قتل في الزبون لا لا اذنه اذنه فت خلتها من نفسي خلتها من نفسي بحك اللههاكبر عليك اللههاكبر عليك تشدني لك الله بعدين يشتح نقلو انت ونبلد ترح اللي اشتغل ما عاقش عمر هذا طلع تسواء حرب لا من النار الله الله خير سلامت مالا مالا اللههاكبر عليك يا رزق من مصيبة لا مصيبة من مصيبة لا مصيبة أميغ مالغ هذا رزق هذا رزق أنت اللي تعمل المصايب هذولا كلهم الله اشتهلتوا يا أخا اشتهلت الحل سبي الله أنه ما أقوله كل ما خرقنوا من مصيبة دخلنا مصيبة ثاني نحن الله ولا قوة سيلا بالله أنت متأكد أنه رزق قطع إذن الزبون يا يوم متأكد يا جدها أقول لك الزبون الآن يكون قد راح يشتكيبهم ويرفع عليهم قضاء يشقف لهم البكان وأنت منين عرفت الخبر؟ بسمه بالصدفة واحد من الموظفي الحقيقة ماجي بالصدفة وقال مقلي مصيبة الخير منين بيجي الخير ورزق قطع إذن الزبون لا هو هو إصابة عمل يعني وأي عمل يحصل له إصابة يوى أبت تبرر له المفروب أنت اللي تحمل المسؤولية هذه اللي المعروض خالي هو اللي بحاسب أنت بالذات تسكت ولا شيء أسمع لك نفس وهذا الزبون متأكد روش طريق؟ أنا إن شاء الله قلت من الأيام القادمة ما أكونش أحلق لأحد إلا أخذ عنوانه ورقم تلفونه والإيميل والأنشتقرام حق وعد باقي مرة ثانية يخرح حمنا يخرح حمنا أنت بالذات تسكت لأنه أنت أساساً اللي شجعته على هذا المشروع هذي والله هو اللي شجعني هو اللي يتحمل مسؤولية هذا هو هم يعني خلاص قمت لا حديدة ما هتعمل لاش حاجة أنا حديدة أسكتوا كلكم والآن خلونا ندور على طريقة نخرج رزق من هذه المصيبة صح كلامك صح يا قدة نشوف طريقة نخارج رزق ماذا قلتوا لك أنت بالآخير بتتحمل مسؤولية لا شيخة أيوة شيخة يعني لا استردوني أنا الغلطة صحيح أن أدعمكم ابن ابنك وعشان يسترد من الأبو عشان ينجح مشروعه يدي زلط عشان يسدد الدين ويردد الأرض بالآخر تكافؤوني أنكم تردوني أنا لمشكلة لا المشكلة 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 ابن ابنك الغبي البليد اللي راسه لا أشرف ولا أكلم يا إلهي اشتركوا في القناة وإ�� شكرا يا إلهي اللي روز المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة